أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي دعمهم لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة والأمن النوويين داخل محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية وجددت دول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي في بيانة جددوا إدانتهم الشديدة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مطالبة موسكو بسحب قواتها على الفور من داخل الحدود الأوكرانية كما طالب البيانة روسيا بتسليم السيطرة الكاملة على الفور لمحطة زابوروجيا إلى المسؤولين الأوكرانيين